هجرة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجحفة لقيه عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مهاجرا بأهله وعياله إلى المدينة ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان العباس يعلم بقدوم جيش المسلمين وهو آخر من هاجر إلى المدينة لأن بعده فتحت مكة وانقطعت الهجرة بفتح مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح متفق عليه والمقصود بالهجرة في الحديث الهجرة الخاصة من مكة إلى المدينة حديث ضعيف حديث يا عم اطمئن فإنك خاتم المهاجرين في الهجرة كما أنا خاتم النبيين في النبوة رواه الإمام أحمد في الفضائل بإسناد ضعيف جدا أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه إلى مكة فلما وصل إلى منطقة الظهران عشاء أمر أصحابه بإيقاد النيران فأوقدوها وكان الله سبحانه قد أخذ العيون عن قريش فانقطعت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تماما ولا يدرون ما سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم بغدرهم فخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء وكلهم أسلم بعد الفتح يبحثون عن الأخبار فخرجوا من مكة حتى أتوا مر الظهران وإذا بهم يرون نيران كثيرة عشرة آلاف مقاتل ففزعوا منها فزعا شديدا في هذه الفترة كان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يبحث عن أحد يخبر قريشا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستسلم قريش ولا تقاتل رأى العباس أبا سفيان سيد مكة ومعه حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء فأقنع العباس أبا سفيان بالاستسلام وأن لا تقاتل قريش اشتركوا في القناة